ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين واستهداف مطار أبهى الدولي العام الماضي بصواريخ كروز وطائرات مسيرة بدون طيار في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتشيد وزارة الخارجية بهذا التقرير الذي تسمى بالمهنية والشفافية العالية واستند إلى حقائق دامغة أثبتت الدور المخرب الخطير الذي يقوم به النظام الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال مساندة التنظيمات الإرهابية وتمويلها وتسليحها وتدريبها والاستمرار في دعم جماعة الحوثي الإرهابية التي تهدد المدنيين الآمنين في المملكة العربية السعودية ما يعكس إصراراً إيرانياً على نشر الفوضى والعنف والتخريب لزعزعة استقرار المنطقة والإضرار بمصالح شعوبها وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها من أجل تصدي لهذه الأعمال الإيرانية العدوانية حماية لأمنها واستقرارها مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها وتمديد حضر الأسلحة على إيران حتى تغير نهجها الإجرامي الذي يتناقض مع كل المواثيق والقوانين الدولية ويهدد الأمن والسلم الإقليمي